اهلا بكم يا شباب النهاردة هنتكلم عن الهيت دي تيكتورز او حساسات الحرارة طبعا ده بيحس بالحريق عن طريق ارتفاع درجة الحرارة النتجة عن الحريق يعني الحساس ده لو الحريق تسبب في ارتفاع درجة الحرارة تمام يبقى انا ببدأ اشوف درجة الحرارة اللي بدأت يحس بيها الحريق وابدأ اعمل سيتنج عليها ففيه عندي نوعين هنبدأ نتكلم عنهم طيب لو النوع ده بيبقى يعني مناسب للاماكن اللي بيكون فيها ادخنة او بخار زي ما قلنا المطابخ تمام في الجاراجات في الحمامات ما بينفعشي استخدم السموك دي تيكتور بالتالي بنشأ لي او بلجأ لي ارتفاع درجات الحرارة فبستخدم الهيت دي تيكتور يبقى النوع ده بيكون كويس تمام للاماكن اللي فيها ادخنة وابخرة في معظم الوقت زي الحمامات تمام زي المطابخ الجاراجات او غرف الكهرباء فبيبقى الهيت دي تيكتور مناسب لها فيه منه نوعين يا شباب فيه نوع اسمه كاشف لدرجة الحرارة السبتة او بنسميه النوع التاني كاشف لارتفاع معدل معدل يعني واحد خاص بالت درجة الحرارة والتاني خاص بالدلتة تي معدل التغير تي اتنين ناقص تي واحد تمام يبقى كاشف لارتفاع معدل زيادة الحرارة بنسميه rate of rise طيب الفيكس تيمبريتشر او الفيكس هيت دي تيكتور تمام ده يدي لك انذار لما توصل درجة الحرارة لدرجة معينة انت بتزبط الدي تيكتور عليها تمام وبالتالي اقدر اقول ان النوع ده مناسب في الاماكن اللي بيكون فيها الحريق بيبقى تمام سريع نتيجة لوجود تمام المواد تساعد على الاشتعال يبقى النوع ده مناسب في الاماكن اللي بيكون الحريق فيها سريع يعني بترتفع درجات الحرارة بسرعة يعني في مواد قبل الاشتعال بس تخدم الفيكس هيت دي تيكتور طيب الفكرة بتاعت الفيكس هيت دي تيكتور ده جواب باي ميتل تمام الباي ميتل ده عبارة عن مادة تمام لما الحرارة بتزيد بيحصل لها تمدد وبالتالي بتقفل نقطة في الحساس وده دلالة على وجود حريق وتبدأ اللوحة تديني انذار يبقى الفيكس تيمبريتشر او الفيكس هيت دي تيكتور جواها مادة بنسميها الباي ميتل لما بترتفع درجة الحرارة بتقفل نقطة معينة وبالتالي بيبدأ الحساس يدي انذار طيب من ناحية الان اف بي اي رولز او قواعد الان اف بي اي درجة الحرارة اللي بشغل عندها الحساس تمام لازم ازبطها على رقم معين بيقولي الرقم ده تمام لازم ما يكونش اقل من 14 درجة وما يزدش تمام عن 28 درجة وبالتالي السنسور سيتنج اللي انا بعمله سيتنج بتاعي لازم الامبيان تيمبريتشر بلاس 14 يعني لو درجة الحرارة الطبيعية مثلا 25 تمام بازبط تمام اقل حاجة على 14 طيب اكبر حاجة على 28 يبقى انت المينمم بتاعك الامبيان تيمبريتشر بلاس 14 والماكسيمم بتاعك اللي انت هتظبط عليه الامبيان تيمبريتشر بلاس 20 يبقى انا محصور بين درجة الحرارة تمام تمام بعديها با 14 درجة على الاقل طيب اقصى درجة عملة سيتنج بعديها ب28 السوق كله بيبقى في درجات حرارة سابتة تقريبا 66 درجة سليزيس او 60 تمام وفي عندي 77 وفي عندي 92 في عندي 66 و77 و92 طبعا المكان لو حرارته متوسطة يبقى ارتفاع التركيب طبعا في اماكن لا يزيد عن 9 متر لو الحرارة بتاعة المكان مرتفعة تمام والحساس ركب اعلى من 6 متر دي احصل مشكلة فلو كانت درجة الحرارة مرتفعة ارتفاع التركيب لا يزيد عن 6 متر يبقى لازم الحساس يبقى من ارتفاع التركيب من الارض لا يزيد عن 6 متر النوع التاني بنسميه التغير في درجة الحرارة تعدلتة تي اللي هو بيسموه rate of rise rate of rise heat detector فكرته ان لو شاف ان الحرارة معدل ارتفاعها بيزيد بسرعة بيعرف ان في حريق يعني الكلام ده مرتبط بالزمن وبالتالي لو شاف ان درجة الحرارة بتزيد من 6.7 درجة لكل دقيقة إلى 8.3 يبقى انت من 6.7 لحد 8.3 من 10 للدقيقة الوحدة ده معناه ان معدل ارتفاع درجة الحرارة بيكون عالي وده معدل مش طبيعي ده معناه ان المكان اللي موجود فيه الحساس ده حصلان فيه حريقة بالفعل وبالتالي هو هيبدأ يدي الار ازاي هيتم الحسابات بتاعة heat detector لانا في مرحلة التنفيذ خلاص انا باجيب الكاتالوج بتاع هذا الديتكتور وابدأ اتعامل لو انا لسه في مرحلة التصميم مهم جدا انا بقى عارف ان الحساس اللي هو الهيت ديكتور بيغطي تقريبا دايرة نصف قطرها 5.3 من 10 طبعا هقلل لو انا بعمل مكان كبير تمام هغطي مسافة اقل تقريبا هنتفق عليها ان الحساس الواحد بيغطي 3.5 قطريا يعني هيبقى القطر كله لو انا حطيت الحساس هنا اهو يبقى هيغطي 3.5 متر وهنا هيغطي 3.5 متر 3.5 و3.5 يعني 7 متر يعني انا عندي كده مربع 7 متر وكده 7 متر يبقى 7 في 7 يا شباب بكم بتسعة واربعين متر مربع دا الحساس اللي هو الهيت ديكتور بيغطي مسافة منتظمة تقريبا مقدرها 49 متر مربع 49 متر مربع دي المسافة اللي بيغطيها الحساس لو انا في الكورنر زي الاسموك ديكتور كده كنت بقول في الكورنر 7.5 من الكورنر هنا هغطي 5.3 من 10 من الكورنر يبقى على حفة الكورنر يبقى قادل لو انا عندي كورنر اهو وحطيت ديكتور لازم ده يكون 5.3 من 10 لحد جوه هنا في الكورنر نفسه والمسافة مش هتزيد بين ان كل حساس بيغطي 3.5 يبقى المسافة بين حساسين 7 متر في حالة التصميم في حتة مهمة جدا الكلام ده احنا كله بنحسبه لو السقف تمام اللي انا هركب فيه الحساس على ارتفاع 3 متر طيب لو السقف ده بدأ يزيد يعني فيه سقف تلاقيه 4 متر و 5 متر و 6 متر وهكذا اعمل ايه باش مهندس قالك حسب الارتفاع فيه جدول مهم جدا بنضرب في نسبة ماء قوية يعني افرض السقف ده مثلا 9 متر الارتفاع بتاعه يبقى انا هاخد الحالة دي اهو اللي هي من 8.5 لحد 9.4 من 100 يعني انا هاخد الرقم اللي جبته واضرب فيه بوينت تمام 34 من 100 يعني كأني خط 34% من المسافة طيب افرض ان انا عندي سقف 3.5 متر يا دكتور اعمل ايه طيب انا هاخد الجدول هنا اهو اللي هو بين 3 و 3 و 6 يعني هضرب في 91 من 100 من المسافة اللي افتراضية بتاعته يعني لو كان عندي حساس تمام فيه سقف 3.5 متر يبقى هروح 3.5 متر اللي هي دي اهيه بين 3 و 3.66 اللي هي 91 في المية هاخد اهو قد النسبة اهيه 91 في المية واضربها في الحساس الواحد اللي هو بيغطي 5 متر يبقى المفروض 91 في خمسة يديني اربعة بيونت خمسة خمسة اولا انا اعتبرت ان الحساس بيغطي تمام خمسة و 3 من عشرة يبقى هضرب 91 في الرقم ده فده مهم جدا طبعا انا لما اجي احط المسافات دي على ارتفاعات كبيرة هلاقي ان المسافات بين الحساسات بتقل او بتصغر والمسافة اللي بيغطيها الحساس نفسه بتقل وبالتالي انا اقدر اقول ان كل ما ارتفع السقف لازم التزم بالنسب الموجودة في هذا الجدول عشان اقدر احط الاسبيسينج مزبوطة الخاصة بهذا الحساس طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده مهم جدا بالنسبة لي ان انا اقدر اجيب الداتاشيت الخاصة بهذا الحساس زي ما شفنا لازم يكون في عندي تكنيكال سبسيفيكيشن ادي هنا عندي شركة تمام منفر وعندي الحساسات اللي هي الام اي او اتش 850 انا لو انا خدت الام اي بي 820 يبقى الحساس ده المفروض ده سموك ديتكتور هو كاتب لي اهو الديسكريبشن ده اوبتيكال سموك ديتكتور لو انا عايز حساس حرارة اهو فوتو سيرمل سنسور اللي هو الهيت ديتكتور او في عندي المالتي ديتكتور او بيسموه المالتي مود هيت ديتكتور اللي هو الحساس اللي بيحس الاسموك والحرارة زي ما احنا هنشوف كده احنا دلوقتي بنتكلم عن الـ 850 MA OH 850 اللي هو الهيت ديتكتور او بيسموه الفوتو سيرمل سنسور درجة الـ Operating Voltage بتاعته زي ما قلنا من 18 لـ 30 معظم الحساسات بيشتغل كده من 18 Volt لـ 30 Volt DC التيار بتاعه 220 ميكرو امبير في حالة في حالة الـ Alarm Current بيبقى الـ Current بتاعه Maximum بخمسة ميلي امبير من ناحية الـ Addressing Mode من ناحية التسمية لهذا الحساس هو بيبقى Auto Addressing بيركب فيه السيلنج او بيركب فيه Surface Mounted المساحة اللي بيغطيها 100 متر مربع تمام المفروض يعني طبعا احنا في الـ Head Detector احنا قلنا تبقى اقل من كده حسب الـ NFBA انا ببقى ملتزم باللي موجود في الـ Data Sheet بتاعتي لو انا بركب على طول الكابل اللي هيركب له او السلك هيبقى واحد ونصف ميلي متر تربيع ده عبارة عن اثنين كور بيوصل على الوب درجات الحرارة اللي بيشتغل عليها ستين او ستة وستين وسبعة وسبعين واتنين وتسعين وهنا بيقول لي والله الـ Temperature بتاعت اوهو ستين فبالتالي انا بيشتغل هنا على ستين درجة الحرارة بتعامل معاها هذا الحساس اللي احنا بنسميها الـ Operating Temperature ممكن من سالب عشرة سليزيس لحد موجب خمسين درجة سليزيس زي الـ Ambient وهي الـ Humidity او الرطوبة من سفر الخمسة وتسعين الحساس ده لونه ابيض رقمه تسعمية وتلاتة وبتبقى الـ Base بتاعته القاعدة عبارة عن نوعين من الـ Base فيه واحدة اسمها Excel Base اللي هي بتبقى مية وواحد ميلي في اربعة وثلاثين فيه نوع تاني اسمه الـ Encel اللي هي مية واربعة في خمسة وخمسين دي القاعدة بتاعت الحساس وزن الحساس 76 جرام والـ IP بتاعه او الـ Index Protection درجة الحماية بتكون 30 مهم جدا ارجع لي الـ Data Sheet الخاصة بالـ Heat Detector وابدأ اشتغل عليها في الفيديو ده اتكلمنا عن الـ Heat Detector والنوعين المهمين جدا اللي هم الـ Fixed Temperature Heat Detector وRate of Rise Heat Detector وقلنا ازاي بيتم الـ Setting بتاع درجات الحرارة السابتة او التغير في درجات الحرارة اللي هي الـ Delta T بتقاس مثلا من 6 و7 من 10 الى 8 و3 من 10 سيلزيس في الدقيقة ده معناه ارتفاع كبير او الـ Delta T بدأت تزيد في زمن صغير وبالتالي ده ينبئ بحدوث حريق قلنا مهم جدا التوزيع ولو السقف اعلى من 3 متر برجع لي الجدول الخاص بي ارتفاعات الاسقف عشان اشوف المسافة بين كل حساس والتاني وكمان دلوقتي قلنا ان انا لازم ارجع للـ Data Sheet الخاصة بالحساس او بالشركة بتاعتي وابدأ من خلال هذا الـ Data Sheet ابدأ اتعرف على خصائص هذا الحساس وشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بانزار الحريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته